السلام عليكم ان شاء الله ده هيكون اللسن 1 من يونة 5 طبعا كالعادة هنبص على الكلمات الاول يلا بينا اول حاجة معايا اسمها ضفة النهر اسمها ريفر بانك بص الارات ريفر 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 بانك طيب لو في حاجة جنب النهر باي دا ريفر باي دا 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 ريفر باي دا ريفر يعني بجوار النهر دا انا هطلع رحلة بالمركب او بالقارب هنقول عليها كده بوت تريب بوت تريب بص تتيم على الار تريب 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 كلمة صخرة يعني راك بص الار برضو بص زبت عارف الار هتزبت كل نطقك راك 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 الحشائش او العشب بص بص جراس بص برضو الار كلمة شجرة يعني بص تتيم على الار شوفت كل الكلمات اللي فاتت فيها ار تري تري كلمة نباتات يعني بلانس بص الاني تي اس بلانس ما قلتش بلانتس نو بلانس 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 في نبات اسمه نبات البامبو او الخير ازان دا بنعليه بامبو 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 بعد كده حيوانات يعني انيمولز 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 بص الال انيمولز انيمولز كلمة تيور يعني بيردز بص بيرد بيرد طائر بيردز بيردز تيور اما السمك يعني فش 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 كلمة جمل يعني كامل 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 اما كلمة ثوبان يعني سنيك 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 كلمة بطة يعني دك 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 اما البومة دي اسمها A A والبربراء دا البربória البغرBERT البغرMother باريت 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 والبجعة دي اسمها فيلامنجو فيلامنجو في بقى عندي الطائر ده بيقولكم اسمه طائر للقلق اسمه ستورك 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 بعد كده عندي السلحفة المالية اسمها تردل تردل بلاش ترتل حتى خاطر ها تردل 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 اعوذوا لحد يلا بنا فى يلا نذهب لمكان معين let's go let's go let's go to وحط اللي انت عايز let's go to cinema let's go to school لتجاره اي مكان انت عايز انظر الى يعني look at look at look at يريد او يرغب يعني want 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 عاوز يعني want اما كلمة يرى او يشوف يعني see 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 كلمة يعتقد يعني think يعتقد لو يفكر في حاجة think 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 يبدو مسلل يعني sounds fun sounds fun مرح كبير او متعة كبيرة او حاجة حلوة كده بنو عليها great fun great fun يوم مشمس بنو علي كده sunny day sunny day sunny day بعد المدرسة after school after school after school وقت بالليل بنو علي كده at night time at night time كلمة عادة بنو عليها كده usually or usually كلمة امبارح او امس yesterday 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 عطلة الاسبوع اللي فات او اجاز الاسبوع اللي فات last weekend last weekend last ملتش lost قلت last last weekend ايضا او كمان يعني to 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 وعندي كلمة كمان بمعنى ايضا او كما اسمها also 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 او كلمة بس او لكن مش بس يسكت لا او انا بحب المانجا بس البزرة مزعلاني كلمة بس دي بق اسمها but 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 ممكن اقولها على كده but 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 i like you but you are very lazy انا بحبك بس انت كاسول ما بتعملش الهومورك يا كاسول عايز اقول الكثير من يعني lots of lots of lots of كلمة بعض او شوية اسمها some 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 عايز اقول اي او يعني مفيش اي عربية مفيش اي سكر كلمة اي دي يعني any 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 عايز اقول حد ايه او ما او ماذا لو اسمك ايه او ما اسمك دي بيقول عليها what 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 فين يعني where 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 عايز اقول امتى او متى اسمها when 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 بص باي سيدي بعد كده عندي حاجة اسمها verb to be او verb be في الباست وده بيتكون بصي على الجورد كده بيتكون من حاجتين was were was were طيب امتى was وامتى were was دي بتيجي مع الحاجات السنغلر زي i he she it فبتقول مثلا i was ill yesterday انا كنت اتعباني مبارح she was good with me هي كانت كويسة معاي فبص i he she it في الباست من verb be ها ها تاخد was طيب انا اصلا بستخدم verb be ليه حسنا حاجتين يا اما علشان اوصف حد طب ممكن اوصفه في present بقاموا is or are مش موضوع دلوقتي او ان انا اوصفه ها في الباست يعني عايز اقول هي كانت رفيعة she was رفاية يعني thin she was thin عايز اقول هو كان طويل he was tall تمام يبقى احنا نقدر نوصف حد في الماضي في الباست حاجة عادة خلاص تيجي معه i he she it دول بيجوا اي حاجة سنغلر او احمد محمد علي من ابراهيم وهكذا اتفقنا؟ ممكن عايز اقول مثلا ده كان في بجعة او او عايز اقول مثلا ده كان فيه خروف ده كان فيه ارنب هنا بقى بنحط ناون طيب ايه فارية مستر بين النون والادكتف طيب الادكتف دي الصفة يعني لو انا شايف حاجة وهوصفها هوصفها انها طويلة نطخينة نرفع اياه انها مجنونة انها نشيطة وهكذا اما بقى النون ممكن بقى احط كلمة doctor احط اسم حيوان احط اسم نبات احط اسم اي اسم تاني اتفقنا؟ يبقى الادكتف او الصفة بحطها عشان اوصف حد بصفة معينة طويل تخين رفية عبيت مكنون نشيط كسول الكلام ده كله او ان انا استخدم نون doctor nurse ممكن احط اسم حيوان ممكن احط مثلا lion elephant ممكن احط مثلا sugar ممكن احط اي اسم اي نون تاني مهم يكونش طيب ايه يا mister real verbs بقى بالمرة عندي ال verbs they eat they go they come they say they take وهكذا طيب ده كان معواز طيب ايه بقى اللي بيجي مع were الباقي بقى من البرنامز او الضماير we you they او اي حاجة plural جمع اي حاجة كتير بستخدم معاها ها قول انت ايه بقى الثانية واضي بقى where صح يبقى they were you were we were طيب عايز اقول هم كانوا طوال they were tall هم كانوا رفيعين they were thin هم كانوا ده كتبة they were doctors هم كانوا مدرسين they were teachers حطيت ايه نون وايه وجامع عادي هو خالص فش ايه مشكلة بس يا سيدي هو ده verb be في الباست طيب لو انا عايز بقى اطبق verb be ده مع حاجة تانية غير البرنامز ممكن احطها مع there was with there were there was يعني كان فيه with there were كان فيه ورضه بس there was كان فيه حاجة واحدة بس singular اما there were كان فيه حاجات كتير plural جامع يبقى هنا مفرد وهنا جامع تعال نشوف لو عاوز اقول كان فيه اسد there was اسد واحد يبقى was there was a line كان فيه فيل there was an elephant ده كان فيه جمل there was a camel طب عايز اقول بقى كان فيه جمل كتير plural جامع فاقول there were camels كان فيه قصودة there were lines كان فيه فيلة كتير there were elephants بس كده طيب لو انت شايف شوية قصودة فبتقول كده some lines شوية فيلة some elephants طب لو انت مش شايف ولا اي فيل ولا اي اسد ولا اي حاجة هنا بقى بننفيها بنقول يا اما wasn't يا اما weren't طيب بما ان هي جامع هحط weren't على طول فانا مش شايف اي اسد هنا مفيش قصودة خالص there were weren't any lines يبقى اين بتيجي مع ال negative form مع النافي there weren't any elephants ده ما كانتش فيه اي فيلة خالص ده ما كانتش فيه اي قصودة خالص بس كده بس يا سيد ده كان الجزء بس بتاع grammar الصغنة الخالص خالص خالص انشوف مديني سورة دي بيقول ايه look at that بص كده بص كده معايا فالبت ردت قالت ايه it's a big boat ايه ده ده مركب كبير اوي فهم التاني ايه where does it go where does it go هو بيروح فين ده او طريقه ايه قامت البنت رده وقالت it goes on the river it goes on the river ده بيمشي في النهر طريقه كده بيمشي في النهر طيب قامت البنت ايه that sounds fun that sounds fun الله دي شكلها حاجة حلوة قوي قامت البنت اللي بعدها قالت let's go let's go طب ما تيجي الروح كده i wanna see some animals i wanna see بس i want to التهى ايه i wanna see i wanna see some animals انا عايش في شوية حيوانات كده رد بلاد قال i wanna see some birds he wanna see some birds some birds انا عايش في شوية تيور طيب هو ده مديني هنا كده ليه عشان يوريني كلمة some استخدمها ازاي عايز اقول شوية عربيات some cars شوية تفاح some apples شوية سكر some sugar شوية بنات some girls شوية ولاد some boys طيب بعد كده بيديني الكلام ده اللي الولد بيقوله بيقول after school بعد المدرسة i go to the river i go to the river i go to the river انا بروح للنر i see grass بشوف شوية عشب and plants وشوية نباتات بص plants plants وشوية نباتات i also بص استاني هنا اولسو ازاي i also وكمان يعني وانا كمان بشوف ايه بقى see some animals بشوف شوية حيوانات i wanna see a crocodile انا عايش في التمساح i wanna see a crocodile بط ولكن i usually see ducks كل ما روح شوفت نمساح بط i usually see ducks بط على طول بعد كده بيديني سورة ديو بيقول we were on a boat trip yesterday احنا كنا في رحلة على المركب مبارا it was great fun دي كان فيها متعة رغيبة كانت ممتعة جدا 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 it was a sunny day والليوم كان مشمس جدا there were يبقى اللي جاي على طول plural lots of bears طيور كتير طيور كتير طيور كتير طيور كتير طيور كتير جدا next to the river جنب النهر there were stalks بغانات كتير and flamingos there weren't any owls بما كانش فيه ولا بومة خالص we usually see owls at night time احنا سألت يعني غالبا او احيان كده ما بنشوف الاوعدات اللي ما بنشوف البومة بتبقى بالليل مش بنشوفها الصبت there were turtles كان فيه ها سلاحف مائية and fish وكمان سماء فين بقى there was a big turtle كان فيه سلعفة كبيرة there was ايه ده قال ليه was ما اللي فات قال there were اللي فات there were عشان كان بيتكلم على حاجات كتير حاجات plural لكن هنا بيتكلم على سلحفة واحدة كبيرة فقال there was a big turtle it was it was it was it was brown and green كان لونها بني فاخدر there were ليه يا مستر قال where عشان هيتكلم على حاجات كتير طب لو هيتكلم على حاجة واحدة there was there were there were lots of big fish كان فيه سمك كبير كتير and small fish وكمان سمك صغير يعني كان فيه ده وكان فيه ده in the water في المية there weren't any crocodiles ما كانتش فيه تمسيح خالص وعشان ما فيش خالص خالص استخدم any واستخدم معاها negative form او النفع there weren't there weren't there weren't there weren't any crocodiles ما كانتش فيه تمسيح خالص بس كده سيد هو ده الليسن 1 من يونت 5 تعمل هومورك في الاكسرسيز وستعناك ان شاء الله المرة الجاية في الليسن 2 باي طيب ان شاء الله ده هيكون class number nine او الكلاس التاسع في الفناريكس ان شاء الله هنتكلم عن حاجة جديدة خالص 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 طيب عارف انت الحرف ده صح؟ انت هتلاقي كل تركيزي على الفاولز لان هما زي ما بتراك هما مفتاح نطق كل الانجليش لو زبطتهم هتزبط نطق الانجليش كلهم ده حرف الاو وانت فاكل لما بتلك على ان الكلمة دي اسمها hot صح؟ وان الكلمة دي اسمها got وان الكلمة دي اسمها not ودي اسمها stop ودي اسمها ايا كان خلاص هو ده حرف الاو نطق بالشكل ده طيب لو بقوا double o بقى ايه اللي هيحصل؟ لو بقوا double o ممكن يبقوا كده او كده او كده او كده او كده او كده او كده ركز زي معي عشان هيكاد يكون الموضوع الموضوع انت شايف هما حاجة واحدة بس لكن في الحقيقة هي مش حاجة واحدة بس هما ده خلاص ده اللي قولنا عليه ا ا ا ا ا ا hot got not stop hot got not stop ده مش موضوعي خلاص مش عايد منه حاجة دلوقتي عايزك بقى تركز معايا في الضابل او مون 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 سون سون طب الاو او دي لا اقف بقى اقف بقى الاو او دي لا اقف معلش اي حاجة تانية معادة الاو او دي وال او او كي هكلمك عنهم دلوقتي الوحدهم طب الاو او 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 ا فول ف او او ال وخلاص انا مش عايز اتكلم في اي حاجة تاني تعالي بقى في ال او او دي وال او او كي لما تلاقي او او كي فهنا بتاخدها اوك مش اوك فالكلمة دي اسمها بوك بوك والكلمة دي اسمها هوك فانت بتمد بس مش زي الاون ولا الاوم ولا الاول بتمد بس في المتوسط يعني لو او واحدة بتبقى مساحة قد كده لو اتنين او بتبقى مساحة قد كده انما اقتباق دي او او ال او او ان او 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 ام انما الاو او كي والاو او دي خليها حاجة في المتوسط لا هي كده ولا هي كده مادة متوسطة اوك بوك هوك لوك انظر توك اخذ خلاص طيب ال او او دي نفس الكلام جود 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 ولكن في كلمات شزة ساعت دي كلمة فود ممدودة برضو شوي بس دي شزة مش هتقابلها فده انا عايز اقوله لك ان ال او او مع اي حرف معادة الك والدي او 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 ال او او كي او ك ال او او دي وود 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 اتفقنا محراش اي مشكلة خلاص طيب انا بقى هو انت مثلا عايز تقول كده بس لا الحقيقة عايز اقولك ان فيه كمان بيبقى سي مع الك وهنا بقى اقف شوية مش انت بتشوف مثلا كلمة اسمها وكل ما اسمها وكل ما اسمها ايه بقى السي كده يا مستر طول ما انت سامع صوت كه 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 وقابلي صوت اصير 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 حاجة اك 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 اعرف ان فيه سي عايز تسمع كيك اهي بيك اهي نك اهي خلاص لا ما بقاش قصير تبقى كده فيه اي مشكلة طيب فيه حاجة كمان شزة اه هي مع صوت الاي اي كلمة زي باك دي بقى اللي بقى اه دي خلاص دي بقى طول ما انت سامع باك باك لاك برضو سي كي بيبقى ايه حالات السي كي يا مستر عشان ما اطلعبطش هقولك يا سيدي حالات السي كي اهم سي كي وسي كي سي كي بتيجي مع شورت زينك زي لك زي ضك و سي كي بتيجي مع حاجة طويلة في النطق زي الاي زي باك زي باك زي باك تمام بص اك 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 زي لك طبا مستر هو فيه صوت اي هيطلع مع الكيعن هيبقى كي على طول مش هيبقى كي على طول هيبقى كده بايك هيبقى تايك هتبقى ليك لكن دول ما انت سمع اك 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 خلاص اطمن 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 طول ما انت سمع اك 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 يبقى يعمة اك يعمة اك يعمة اك او كيك يعني السي كي بتيجي مع الفور فاوز الاي والاو واليو والاي اما مع الاي بتيجي بصوت العين اا 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 ااك 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 بااك خلاص طب مك اكتب مك ازاي مك مك ا ا ا ا ا ا ا او مك خلاص في اي مشكلة? ما فيش اي مشكلة. لو في اي حاجة تعملوا بتاعة زي الفل وتعملوا بتاع وتيجي على هشوفكم ان شاء الله في الكلاس اللي بعد كده. سلام.